موسيقى بسرعة مرحيم يعطيكم العافية اليوم راح ناخد part 6 من chapter 3 من thermophysical chemistry اليوم راح نحكي عن طبعا لما انا احكي لك CV لما كنا نحكي CV يعني specific heat at constant volume انا قاعد بربط تمام CV بال internal energy ولما احكي لك CP وهو specific heat at constant pressure انا قاعد بحكي عن enthalpy يعني انه is related to the enthalpy is related to the change in enthalpy هس راح نشوف كيف قانون specific enthalpy or internal energy specific internal energy مربوطات بشكل عام بال specific heat تمام هسه انه delta U بتساوي U2 ناقص U1 يعني delta U احنا بنعرف انه U2 ناقص U1 بتساوي M في CV ضرب difference بال temperature هذا القانون لازم تكون حفظه يعني بعطيك mass وبعطيك CV وبكون عندك مثلا temperature 1 temperature 2 بتقدر تطلع قديش ايش ال specific enthalpy specific internal energy عفون وبالنسبة لل specific enthalpy H2 ناقص H1 بتساوي M في CP T2 ناقص T1 يعني نفس القانون بس الاشي الوحيد اللي بيختلف CV مع CP و لازم تكون عارف ال units اللي هم الكيلو جول لكل كيلو جرام ضرب سلسيوس او كيلو جول كيلو جرام ضرب كل من اوكي هسا احنا حكينا انه بالغازات هان رح نحكي عن specific heat relations of ideal gases هسا احنا حكينا انه CP بالغازات رح تكون اكبر من CV وهان بورديك relation between CP and CV اوكي CP رح تكون بتساوي CV اوكي specific heat at constant volume زائد R اللي هي universal gas constant اوكي فبالتالي CP ناقص CV رح تعطينا ايش دائما ال R اوكي اوكي طبعا هنا في عنا index اسمه ال adiabatic index اوكي اللي هو نفسه N اللي احنا كنا ناخده بعلاقة PV قوة N بتساوي constant اوكي CP على CV بعطيني فكرة عن قداش ال N اللي موجوده معي اوكي بحيف انه اذا طلعت N مثلا واحد اوكي ما عدتو انا قاعد بشغل وين على ايزو ثيرمل حكينا مضبوط اما اذا كانت اكبر من هيك بدك يعني بكونه معطيكية عشان تحل اي بولي بروتيك يعني تحل الاسئلة اللي فيها بولي بروتيك زي ما اخدنا اللي هو M في R في T2 في T2 ناقص T1 على 1 ناقص N كان بعطينا شو الورك باندري اوكي ناقص بالبولي بروتيك system اوكي بيكون معك T2 و T1 و MR اذا كان معك CPU و CV بتقدر انك تطلع شو ال N اللي هي الوردر اللي انت مطلوب يعني انك تحسب عنده اوكي اوكي هي بتكون او خلينا ناخدها open system بشكل عام عشان نوريجكم شو الفرق من open system و closed system اوكي بشكل عام delta E بتسوينا potential energy زاد kinetic energy زاد internal energy اوكي system ما في حركة اوكي stationary system اوكي فبالتالي changes in potential and kinetic energy انت بتقدر تستثنيهم اوكي are negligible وهو اصلا المفروض انه يكون يعني اول ما يحكينا انت رجب تكون عارف انه potential and kinetic بساوي zero فبتساوي delta E بالتالي بتساوي بتساوي الانترنال energy اوكي وبشكل عامل delta E بتساوي Q ناقص الwork ناقص ناقص الwork تعطينا الانترنال energy طبعا الQ اللي هي بتساوي ال شو اسمه الwork output يعني delta Q يعني و الW رح يكون جمع الother works plus work boundary هسا رح نوصل له اوكي وبعطينا الانترنال energy ضرور انك تكون عارف الانترنال بالانس و رح نحكي عنها اكثر بشابتر 4 اوكي هاي هنا بحكي لك انه ان جنرال Q بتساوي منس W بتساوي delta E اوكي معادة delta E شو بتساوي Q ناقص W اوكي هنا بحكي لك انه و تساوي تساوي و تساوي تساوي و تساوي اوكي و تساوي تساوي اوكي تساوي اوكي خليق نشوف هنا بلاس اوكي فأدير بالك هاي و تساوي اوكي و تساوي و تساوي الجمع تاع الوورك 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 اللي هو زائد الووركس 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 هون يعني احنا هم نقدر نحكي عن الووركس اللي هم مثلا عندك الشافت في عندك الالكتريكال في عندك الاكثر من شكل اللي احنا اخذناهن خلال حديثنا على المادة تمام؟ مثلا اذا كان انت في عندك QN مثلا موجبة بس ما عندك Qout اوكي بيصفي مثلا عندك بتشيل الـ Qout بصفي عندك الـ Q بتـ منس اوكي 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 ناقص الوورك باوندري بعطينا الـ دلتا اوكي الـ اوكي هون طبعا احنا حكينا عن هذا الاشي اللي هو لما يكون الـ بيكون عندي ايزوباريك عفوا ايزو ايزومتريك ما يكون عندي ايزومتريك حكينا انه الوورك باوندري بيكون زيرو اوكي فاذا كان عندك مثلا اشي بحكي لك بالسؤال انه ايزوباريك اي عفوا ايزومتريك فبالتالي انت بدك تروح تمحي الـ الباوندري يعني وورك اوكي تروح تمحي الباوندري وورك بزف عندك الـ Q مالس الـ اوكي بتعطينا الـ اوكي بتعطينا الـ بالقانون زي ما بدك بسمها منك تعرف الفورم يعني بتاعت الفورم تاعت القانون يعني الاساسي اوكي فهونا بعطينا الـ ناقص الـ اوكي بتعطينا MCV اوكي طبعا احنا عكينا اوكي عطينا الـ وحنا بنعرف انه الـ 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 مزبوط الـ يعني في حال كان عندنا ideal gas ايزومتريك السيستم كان ايزومتريك اوكي السيستم كان عندك ايزومتريك اوكي انت رح تروح تشطب حكينا الـ فبتصفي عندك انه الـ وحنا حكينا انه الـ بقانونها هي وبرضو الـ تساوي لنا الـ Q ناقص الـ Work Others الآن الشكل النهائي للـ Energy Balance الذي نريد أن نصل له إنك أنت تستطيع تدخل الـ M ثالبية على هذه القوانين كيف تدخل الـ M ثالبية؟ حكينا أنه Q مضبوط سواء كانت QN أو QOut إذا كانت QOut تكتبها سالبة إذا كانت QN تكتبها موجبة حكينا الـ Work Others الـ Work Boundary مضبوط تساوي Delta U حسنا إذا نقلت الـ Work Boundary على اليمين هنا صارت Work Boundary ومحيتها من هنا Delta U زائد Delta U زائد Work Boundary ستعطينا term اسمه الـ Enthalpy Delta Enthalpy فمتصفي عندك المعادلة النهائية إنه Q ناقص الـ Work Others الـ Work Others بيكون معطيك هي بالسؤال يعني بيكون حكي لك أنه في عندك شافت في عندك الـ Electrical في عندك أي شيء بحيث أنك تروح تحسب الـ Work في حال تطلب منك مثلا الـ Enthalpy Delta Enthalpy بيكون عندك الـ Work بيكون عندك الـ Work طبعا هاي القوانين اللي احنا حكينا عنها ما رح توضح غير لما احنا انحي الأسئلة فإن شاء الله مع الأسئلة الأمور بتتوضح أكثر رح نفهم أكثر فبالتالي يعني يعطيكم العافية وإن شاء الله بنشرح الإكزامبلز بفيديو فيه موسيقى 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 موسيقى